موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم وطابت أوقاتكم بكل خير ومسر وقدد اللقاء معكم في حلقة جديدة من برنامج تكوال وانطلاقتنا من هذا المكان إلى شواطئ البريقة للتذكير هذا البرنامج لا يختصر المسافة بين نقطتين على الخريطة ولا نمر بالأمكنة الجميلة مرر العابرين ولا نستثني عادات الإنسان وتقاليده وفنونه بل لنا وقفات ومحطات لتوثيق الجمال بالكلمة والصورة فكونوا معنا أشاركك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة البريقة واحدة من مديريات العاصمة المؤقتة عدن وتقع في الجهة الغربية منها وعلى امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية وقد سمها الاستعمار البريطاني أثناء فترة حكمه بعدن الصغرى وأقام فيها أقدم مصنع وميناء لتكرير الوترول والمشتقات النفطية وتصديرها كما اعتبرها منتجا سياحيا خاصا للسكان الإنجليز وتوجد بها مقبرة لموتاهم أعدت بطريقة متقنة في الترتيب تصطف فيها القبور بنظام هندسي غاية في الدقة ولأهمية موقعها الاستراتيجي فقد شيد الاستعمار بها قلعة الغدير على مرتفع مطل على الملاحة البحرية والوصول إليها ممر واحد تعد البريقة مركزا للصيادين ومنتجعا للتنزع في شاطئ الغدير وفقم والمسقايا ومهنة الصيد هي أهم وأقدم حرفة لسكانها طبعا هناك سكان سكنوا في ميديات البريقة هم الأباء والأقداد من أول من سكن في هذه المنطقة هم الصيادون الذين أخذوا على المناطق الساحلية كأماكن سكنية لهم ظهرت منطقة معرفة بير أحمد هذه المنطقة التي وقت فيها سلاطين العقاربة وما إلى ذلك والذين كانوا متواجدين بشكل أساسي وأول في هذه المناطق ثم تفرعت بعد ذلك عديد من الأسر التي انتقلت إلى مناطق أخرى مثل الفقم والخيصة ورأس عمران حتى كانوا لهذه المناطق الساحلية الظهور الأولي في مديرية البريقة تضم مديرية البريقة العديدة من القرى والأحياء السكنية بجوار مصافي النفط والمحطة الكهر حرارية إضافة إلى مدينة إنماء السكنية ومحمية الحسوى الشهيرة بندرة أشجارها وطيورها اشتركوا في القناة شاهدين الكرام نحن الآن نتقول بأحد الأحياء المهمة لمدينة البريقة شارع الحسوى أو حي الحسوى أو سوق الحسوى الحسوى اللي تشتهر بأجمل المواد منها العشار العدني ما مننا لا يعرف العشار العدني وهي أنسب وأهم وأجمل وألب هدية تعطيها لحبايبك وأهلك من عدن العشار هي نوع من أنواع المقبلات في الواجبات الشعبية العدنية واللي يكون له نكهة ومذاق لذيذ صناعة العشار حرفة تقليدية يشتهر بها سكان منطقة الحسوى التابعة لمديرية البريقة حيث يتواجد فيها الخل الطبيعي المستخرج من شجرة البهش الموجودة في هذه المنطقة والمهددة بالانقراض بسبب الزحف العمراني على المزارع والبساتين بنتعرف على العشار العدني مكوناته وكيف يتم تصنيعه مع أحد الباعة لهذا العشار السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال؟ الحمد لله طيب أستاذي أول تعرف على اسمك؟ جميل جمال يا حيو سهلا أستاذ جميل جمال طبعا أستاذ جميل جمال لا يخفى علينا العشار العدني معروف نعم بس ما شاء الله تبارك الله لنشوف حاجات وألوان وأشياء جديدة هذا تنويعات الحسوة يعني نعم أشكيلات هذا بالحمر هذا أشي من نوع انتي؟ أنا اشي تعرف على كل حاجة عندك موجودة ونعرف الناس اللي بتشوفه طيب من ناحية؟ هذا إيش؟ هذا العشار العدني العادي؟ هذا العشار العدني المعروف اللي هو اللي؟ بسباس وليم بسباس وليم بالضبط اللي فوقه نفسه؟ نفسه وهذا؟ هذا حار بسباس أخضر مع الليم بسباس أخضر وليم؟ هذا حار أيوه وهذا متوسط الحرارة حقه أها درجة الحرارة أيوه دخله يعني زي ما تقولي هذا حار حار وهذا متوسط حلو وهذا اللي قلت ثالث؟ هذا حمر بسباس أخضر وليم بس ما شاء الله مداق عدني بقلكم بباعة روحة ما شاء الله طيب هذا إيش؟ مخلل؟ هذا مخلل عبارة عن خل خيار بزار لين ثومة بسباس أخضر أها وفيها الخل؟ فيها الخل أكيد الخل الحسوة قد هو أكيد مكون الرئيسي للحسوة يعني أيوه هو الذي خلاها المداق الحلو لدى عدن بالخل صح هذا الخل المركز الطبيعي أيوه هذا هو الخل الذي من شجرة البهش بالضبط هذا هو خل الحسوة هذا هو الخل الطبيعي الذي تعارب من أيام أكدادنا من السنين القديمة يعني طبعاً خل الحسوة زي ما قال الأستاذ جميل أنه من مشهور بالحسوة وعشار الحسوة بهذا الخل المركز الطبيعي ليس الصناعي اللي يجي نوس نوس لا هذا الخل المستخرج أو المستخلف من شجرة البهش المعروفة عندنا في عدن أو شجرة الخل طيب أستاذ أجميل كمان سؤال إذا ممكن فضلي كيف يعني ممكن نعرف الناس كيف نحنا نصنع هذا العشار العشار الطبيعي المعروف حقنا العشار الطبيعي هو تقطيع اللين أها وبعد تقطيعه إضافته للملح وحطه في برميل تقطيع البرميل تمام إلى مدة معينة حتى ينضج وإضافته للخل طبيعي وبعدين البسباس والمكونات الباقية حقه البسباس الأحمر طيب أنا شايفة ما شاء الله معك أشكال وأنواع كثيرة من العشار هل كمان في معانا عشار عمبة؟ في عشار عمبة في عشار عمبة هذا هو هذا عشار العمبة الصافي هذا عشار عمبة صافي و الليم هذا غزية عمبة صافي مع البسباس الأخضر وفي عمبة وليم وفي مشكل وفي عمبة وليم وغزير مشكل من ثلاثة أنواع طبعا ما أقول لكم شريحة تخليك تقوى حتى لو أنت شبعان ما شاء الله ما شاء الله معك أنواع عقائة ثانية وإن كانت مش معوضة الأنواع الموجودة أنا هذا المشكل المشكل هذا جزير لي يمتومه بس بس أخضر ما شاء الله إذن شكراً أستاذ قميل شكراً شكراً لكم على الزيارة الله يحفظك الله يحفظك بصراحة يعني الحسوى فيها يعني مختلف المواد من العشار أو أثناف العشار قولتنا لحين ما انتهت لازم نتعرف وفيما نحن فضول لنعنا نعرف من هي شكرة البهش أو شكرة الخل المتواقدة في الحسوى تعالوا معنا وبعض استعراضنا عنواع العشار وطريقة إعداده توقحنا إلى إحدى المزارع في الحسوى لمعرفة شكرة البهش وكيفية استخراج الخل منها وقدناها تشبه أشجار النخيل في قذوعها وسعافها مقاومة للحرارة والقفاف وموسم ثمارها في فصل الصيف تخرج ثمارا تسمى بالدوم للخل المستخرج من شكرة البهش أو شكرة الطاري كما يسميها البعض عدة فوائد منها علاق طبيعي لعدة أمراض كالسكر والأمراض المعاوية وكما يستخدم سعفها في صناعة الحصير عملية تحضير إنتاج شكرة الطاري وتحضيرها هي شكرة الخل نفسها ونبدأ بمدة مراهل حتى تقوم عملية الإنتاج الخل وهي المرهلة الأولى نقوم بعملية تقشير هذه الشكرة حتى تتعول من اللون الأسود إلى اللون الأبيض ثم بعد ذلك نضعها في الشمس لمدة أسبوع أو ما يزيد عن ذلك حتى تقوم بعملية الحمرار بعد هذا نقوم بقص هذه الشكرة ونقوم أيضاً نعمل لها مقرأ حتى تقوم بعملية التنزيل الطاري نقوم أول شيء بعملية دق الشوك واللسان لهذه الشكرة ثم نقوم بعملية عمل القرورة وأيضاً عملية قصة الشكرة هذه خمس مرات يومياً أيضاً نقوم بعملية تقطية هذه الشكرة بالخيشة أو ما يسمى الجونية وهذا من عقل الحفاظ عليها من الرياح والحشرات نقوم نجمع الطاري لمدة أيام إلى أن يصل تخزين الطاري هذا 40 يوم في برامي البلاستيكية ويغطى بالقواني لمدة 40 يوم ويتحول هذا من الطاري إلى الخل وتعتبر هذه الشكرة هي مصدر دخل أساسي لمعظم سكان الحسوة وخاصة سكان الأصلي للحسوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعاً من المنطقي أن الصيد هو أبرز الأنشطة لسكان البريقة وأيضاً هو نشاط اقتصادي لهذه المنطقة وسكانها عشان كذا نشي نتعرف عن هذه الحرفة أكثر وأكثر ولكن عن قرب مع يوميات صياد عشان كذا بنروح منتعرف مع بعض على العم صلاح ويوميات الصياد ترجمة نانسي قنقر والمعرفة المهارة بطرق الصيد واستخدام الأدوات الخاصة به والقدرة على تجنب المخاطر عند الضرورة والمعرفة بأماكن تواجده وأحوال الطقس الملائمة للملاحة في عمق البحار يستخدم الصياد طرقاً بدائية في الصيد بواسطة الشباك أو ما يسمى القلب المصنوعة من الوتر التي توضع في أماكن تواجده فيها مشاهدين الكرام نحن الآن مع عم صلاح بقولة جميلة عشان نتعرف على حياة الصياد في فقرة يوميات صياد عم صلاح كيف حالك؟ الحمد لله الله يحفظك طبعاً هذا القارب ملكك أنت يا عم صلاح؟ الحمد لله الله وتشتغل برضو بالصيد سيئة؟ في فترات نشتغل بالصيد بوقت ما يكون نتوقف عن ممى تجيء أرياح ويكونت وقف عن شغل السياحة في البحر نلقى للصيد طب كم لك في هذه المهنة؟ كم لك يعني اشتغل بالصيد؟ والله يمكن ما يقارب 28 سنة 30 سنة إن شاء الله عم صلاحة إش هي المواسم اللي يستحف فيها الصيد؟ نجم الثرية في الغروب هذا واحد هذا في الغروب يستمر غروب نجم الثرية 40 يوم في شهر ستة طبعاً في شهر ستة تبدأ شهر سبعة الأرياح الشديدة اللي يتم فيها تحذير الناس من الذهاب للسواحل شهر ستة وسبعة وثمانية بعد هبوب الرياح الشديدة في شهر سبعة يتسنى للصياد بعد شهر سبعة مزول الأسماك من قط البحر بسبب قوة الأرياح أهام يعني بيكون في سهولة في هذه الأشهر تكون أفضل أشهر للصيد في شهر ثمانية أكثر شيء طيب ما فيش خطورة على الصياد في هذه المواسم أو في أي أوقات يكون فيه وقت خطورة أو وقت طوارئ أه بقول نعم كيف ممكن الصيد تعامل مع هذه المواقف؟ بالنسبة للخطورة شوفي هذا شهر سبعة قدوا يعني أباً عن جد وصاية من الأب من الإنسان الفاهم بالصيد في جغل البحر أن يحذروا أبنائهم في هذا الشهر طيب في حالات حصل موقف مفاقئ للصياد في حال مثلا توقف عليك القارب في وسط البحر وما عندك حد أو ما عندك أي شيء في حالة واقع أنك مثلا عاصفة مفاقئة أو الرياحة شدت عليك أو الأمواق يشتدف عليك كيف ممكن تسرر؟ بقول لي فيه طريقة وأنا قد حصلي مرة موقف تفضل عصلي إحنا موقف حصلي موقف والله العظيم يعني عشر الأبدان يعني وقد طلعت بهذا الكلام من قبل في قنوات هذا كنا في عمق البحر مسافة خمسين ميل بحري طبعاً وكان البحر هادئ يعني بقد اللي كان يقول أن الهدوء يسبق العاصفة هذا تطبق بقدم فهذه الأيام كان تجي تهب برياح شمالية في غير موسمها مفاقئة؟ غير موسمة غير متوقعة فكنا نصطاد أسماك التونة في العميق اللي هو الثمد ففقئة تحركنا الساعة حوالي كذا تقريباً السادسلة ربع من مكان السمك معانا خمسين حوالي ثمد تحركنا إثنتين مكاين إثنتين مكاين بقارب يمشي بسرعة فاتفاقئنا من الهدوء ده كل اللي في نهار اليوم ففقئنا بدأت الأرياح خمسة ونصف تشد تبدأت تشد الآن غاية السبتة ما زلت علينا أرياح إلا من عمره طويل تمام فمشينا مسافة السرعة هذه قطعنا يمكن حوالي خمسة ميل من الخمسين ميل بقينا على خمسة وربعين فظلمت علينا الدمية بحدود الساعة سبعة فهذه الخمسين ميل لازم نقطعها بساعتين ونصف فنحنا قطعنا الخمسة ميل أقتل الأرياح لازم تمشي دليل ماشينا في الموقف يعني نحنا متجهين للشاطئ فقاعت موغا يعني ما توقعناها كيف تعاملتهم معنا؟ أنا كنت وسط في القارب وأبيع أولادك الثنين عند المحركات أها قاعت الموغا ضربت الثنين من وراء الثنين ضربوا من الخلف الموغا قاعت في القارب شلتهم البحر ظلام أنا بقيت معي الترك قاعت في الترشليت ألفدت لها خلف هكذا ما أشوفها أولاد أختي في البحر المكاين تمشي لحالها تمالكت عصابي تصرف صح بدون هلع رقعت لها خلف هدات في بعض المكاين وقلست أضوي وأصيح ما يسمعونيش يصيحوا لي ما أسمعهم حسن الحظ كان في جهاز ماقلان معلق هنا طب أحكي للناس اللي مش عافع شي دا جهاز ماقلان هذا الجهاز الجي بي اس طبعا زي ما كلمتك يعطيك الابتقاه يعطيك موقع الصيد يعطيك كل شيء هو معرف الجي بي اس هذا الماقلان فكان في رقبته مثل مثل التلفون أول ما تضغط على الزرار تلصي الشاشة مش كشاف الشاشة أيوه ضغط على الزرار لصت الشاشة لفت أنا مسافة يمكن نصف كيلو أو ما يقل شفت الجهاز البل عرفت إنه أولاد خطينات درت بفكرتي أنا مخيلتي ثين ثلاثة أولا رحت لها عندهم قالوا يلا تخافي قالوا نحنا في أمان هم يسبحوا بظلام عاتي يعني خدتهم ماشينا في ديك اللحظة من الساعة السابعة والنصف إلى الواحدة بالليل ماشي بالتدقق والهلع نصيب بنحنا لو لا سترى الله عليك الحمد لله سلامة ورب سترى معك دعوة والد وفعل خير قدامك أمو صلاح أنا صراحة فرحانة جدا وسعيدة جدا بالحوار معك وبالنقاش معك وإنك عرفت إحنا إيش هي حياة الصيادة القميلة وأشكرك على ضيافتك لي وعلى اللطاقم كامل حياكم أنا أتشرف بكم وأتشرف طبعا مشاهدين الكرام زي ما تعرفنا مع صاحب القلب القميل عمو صلاح صاحب الكلمة الأجمل في حياة الصياد ما هي حياة الصياد كيف يومية الصياد والخطورة اللي بتكون دائما مع الصياد خلونا نتابع قولتنا في فقرة أخرى موسيقى قلعة الغدير من أقدم الحصون والقلاع التاريخي الموجودة على شاطئ الغدير بالبريقة تتكون القلعة من دورين ويوجد في أعلاها بقايا آثار دفاعية موسيقى قلعة الغدير بنيت على مرتفع مطل على الملاحة البحرية في خليج عدن قدد بناؤها لاستعمار البريطاني أثناء سيطرته على جنوب اليمن واستخدمت برجا للمراقبة ومركزا استراتيجيا وعسكريا موسيقى 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 المترجم للقناة قلعة قبل الغدير قلعة تاريخية قديمة بنيت قديما وفق مواصفات حربية كحصن دفاعي وبرق مراقبة ولكي تصل إليها يجب أن تكتاز أكثر من ألف درقة يصعب الوصول إليها إلا عبر مدرج يصل إلى قمتها يتجاوز عدد درقاته ألف درقة ويحلو للبعض تسميتها بقلعة ألف درقة ودرقة موسيقى 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 مشاهدين الكرام بعد قولتنا الجميلة لمدينة البريقة لا يمكننا المغادرة قبل أن نزور هذا المكان الجميل ورؤية أسراب طيور الفلمينغو اللي بتتخذ من محمية الحسوى وطنانري ومن لا يعرف محمية الحسوى هي محمية مشهورة للطيور النادرة فتابعونا موسيقى محمية الحسوى تقعو على يسار طريق مؤدي إلى البريقة وتكثر فيها أشجار البهش الذي يستخرج منها الخل الطبيعي وكما تكثر بعض النباتات والأشجار النادرة وما يميز بحمية الحسوى تكاثر أسراب طيور الفلمينغو وهي من الطيور النادرة التي تتخذ من هذه المحمية وطنا لها وتفد إليها أسراب مختلفة من الطيور في مواسم التزاوج وتعتبر مكانا هاما للباحثين وتمتد المحمية على مساحة واسعة من الأرض تكثر فيها المستنقعات والبرك بما فيهما من كائنات وأحياء وطحالب كمصدر لطيور الفلمينغو اشتركوا في القناة وطحالب كمصدر لطيور الفلمينغو الفن اليمني الأصيل الفنانة أمل كودن كيف حالك أستاذ أمل؟ الحمد لله بالعالمين كيف كنت؟ الحمد لله طبعا نحن سعيدين جدا ولنا الشرف نحن اليوم أمام فنانة اليمن وفنانة عدن أستاذ أمل كودن حيابكم أهلا وسهلا ويمرحبا الله يحفظك العام تم خير صحب وعافيا إن شاء الله طيب أستاذ أمل حابين ناس كل حابة تتعرف من هي أمل اللي دايما يعني في كل بيت يمني وعدني صوته وصل وبصوته الشقي والطرب الأصيل واليمني الأصيل فحدثينا عن بدايتك طفولتك نشأتك من فين أنت وفين درستي؟ وأني كانت لي مشاركة في أول مرة وأني ضفلها في صفة ثانية تدائية والأول مرة معني عارفة نشأت بس إنما يعني كان طفولة جميلة وبرية وبها كانت أحب الغناء يعني وبسرعة لأنه أنا عندي الموهبة كنت أحفظ على طول أحفظ حتى حق البنات الكبار اللي في الإعدادية طبعاً نحن غنينا خلص غنينا في عيد الأم الصغار نحن غنينا غنينا دا اليوم عيدك عندنا يا أمنا وكانت المدرسة الإعدادية جنب الابتدائية طبعاً كبرنا شوية ثلاث سنين أربع سنين كذا كما وانتقلت للإعدادية انتقلت للإعدادية أقات عياد الوطنية هذا التقوي فكانوا في بنات أكبر من نحن نحن أنا أول إعدادية في بنات أكبر من نحن ثالث إعدادية رابع إعدادية فهم البنات الكبار لأنهم قلوا كبار فيهمهم كبير لأنهم عيداً ثورة لازم أغاني كبيرة غير حق عيداً لأم كانوا هم يقابلوهم غنياً وطنية بعنوان الدئاب الحمر هي تقول الدئاب الحمر في على القبال ينشرون الرعب في كل المقال أنت يا شعبي قوي لا تبالي أنت يا ردفان يا رمز النظال طبعاً هم كانوا يغنوها واني قلبي يتحرقق قال أنا في صفه أول إعدادية وهم تالي إعدادية قلت أني يا ست يا ست آخر هذالبروفات واني يشتش يدخل معهم يا ست يا ست قلت شقية يا بنت هذون كبار يحفظوا قلت أني عافظة معهم غنيت معهم والله غنيت معهم قلت سأل سمعوا اسمعين سمعوني واني غني أدي أبا الحمر فيا للقبال تم درب أنت يا شعبي واني عادوا مع الحركات ها كمان قلت دخلي دخلي والله فيزا يدخلوني مع البنات ثالث هم ثالث إعدادي وأنا هو الإعدادي غنيت معهم ما شاء الله قلت الله كنت أشوفوا نفسي كبيرة بينهم معني طبعاً خالة معروف أنك تحب دايماً تغني أو بصغرك كنت تحب تغني لمحمد مرشد ناقي حكي لنحنا وكيف كانت تسوي حيوال أنه كان دايماً يقي عند أبي الله يرحمه وكان صديق أبي هو المهم قال له يا علي خلياتي غني التلفزيون القديم في مواهب هكذا مقلة التلفزيون يقيبوا مواهب يقيبوا من كل مكان يا قديم مقلة التلفزيون أغني وأغني در أستاذ محمد الله يرحمه يعني مقدر محبي لأستاذ محمد مرشد ناقي كأب ثاني أحب أغني أغني الغنيا زيه كميغنيه بوقدانه بحساسه عنك أنت أقول قال لي قريب 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 أبدا مامورة ودرا غير ضدينة لكن لقلبي مرضي رضي يختار غير الشحر لا ولد والخير حبه وتكذيره لا من السبح ولا العز والمكذور دور الملك دور وعزم السفر دار وداره لدانا ودانا لدانا وعزمت السفر شلو 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 دخلتي مع أحد قامل غانم في ديك الفرقة فرقة الإنشاد وقننا مع الإنشاد وكان في من الفرقة برضو فنان معنا عزف القانون أنور مصلح هذه كاليامها أول أغنية لي كانت مستقلة قابل مرأة الشوق هي أهل الهوى حلوة أغنية جميلة غنيتها في التلفزيون تقول أهل الهوى وانغنية جميلة كم بكوا معاهم ناس كم ضاحت أمانيهم ما بين الدمع بين الكاس زمن يمشي بهم ويروح ودنياهم حزن وقروح زمن يمشي بهم ويروح ودنياهم حزن وقروح أهل الهوى طبعا أنا من أحب الأغنية طبعا لأيوب طهريش حرم عليك ترمي الغزل أيوة أغنية أنه هو دوته في صنعة في مهرجان مهرجان أو عاصمة التقافة أعطينا مقطع مقطع بفيت آه هي تقول حرم عليك ترمي الغزل يا رامي بالله عليك ريد أني بالردك أنا الذي سهر علي منامي كم طالي ليلي ما عرف ترقده ما عرف ترقده الله عليك آه يا شرك روحي عليك سلامي من قلبي الماك روح أنا ونودا آه يا شرك روحي عليك سلامي من قلبي الماك روح أنا ونودا آريتنا عندك تسمع كلامي نشتعمني للصمت والوتر نشدك والوتر نشدك الله عليك الله عليك شكرا لك أستاذ أمل قدر على هذه الضيافة الجميلة وأنك أحتوثينا في بيتك كل يوم استقبلتين إحنا في بيتك وأشكرك مشاهدين الكرام زي ما كان اللقاء جميل جدا ومشرف لنا جميعا نحن اليوم مع فنانة اليمن الأولى وسيدة الغناء اليمن الأصيل الفنانة أمال كودر الإبداع موهبة تسقل بالتدريب والممارسة لتطويرها ويا ما مبدعين وفنانين ووصلوا للنص الطريق وانسحبوا وشافوا لهم شغلة ثانية نبدأ نحن اليوم اللي نحن بصدد الحديث معه ما زال متمسك بموهبته ومصر على التمسك بها وتطويرها وتنميتها وبالحديث معه بنتعرف عليه أكثر وأكثر خلونا نروح نتعرف من هو مبدعنا بهذه الحلقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حياء طبعا المشاهدين الكرام من حصن حظنا وزيارتنا وتقوالنا اليوم لمديرية البريقعة صادفنا هذا الفن الجميل الصدفة الجميلة والفنان الأكثر جمالا نتعرف عليك صدى الاسمك واقل ياسين فنان تشكيلي من ابناء عدن ورئيس الجماعة حوار الرؤية جماعة العقد التشكيلي ما شاء الله عليكم تحمس وحسى أنه الفن والرسم والهواء الطلق بيعطيك طاقة إيقابية حلوة أكيد زي ما احنا شايفين مشاهدين لوحة فنية جميلة بترمز لأحد البحور في مدينة عدن وطبعا ما شاء الله هدونا كمان لوحاتك أيوة طبعا هذه برضو لوحاتي وفي لوحات أخرى كمان طيب ما شاء الله أستاذ وائل ممكن تحدث نحن متى اكتشفت موهبتك ومتى أول مرة بدأت ترسم ومين شقعك على إبراز وتنمية هذه الموهبة والله الرسم هذا أحبه منذ الطفولة يعني من وانا في سن صغير يعني عمر ست سنين هكذا نعم واشقعونا طبعا الأهل وكبار المدرسين وكبار الفنانين التشكيلين وزي ما انتوا شايفين أشارك في المعارضة الدولية والحمد لله أخد جيزة في بيبسي في العام 2016 وإن شاء الله كافضل فنان تشكيلي في العالم العربي ما شاء الله يعني ما شاء الله عندك تقارب أو إنك خطة تقارب ومسابقات ومعارض كثيرة أكيد شاركت محليا وعربيا الحمد لله طب سؤال آخر أستاذ ذوائل دائما الرسامين في لهم كده كاركتر خاص بالرسم يعني تلاقي في رسم معين بيكون موجود وبتلاقي فيها مغزة أو قصة معينة مش أي حد ممكن يعرفها طبعا الفنانة التشكيلي عندما يوصل للمرحلة الاحترافية يبدأ بمرحلة ابتكار الشخصية مرحلة ابتكار الشخصية تجيبها على التقارب وخبرات وشغل طويل عريض يعني ومتعوب عليه يعني ممكن أنا أعمل لوحة لكل شخص رؤية له يعني أنا قاصد باللوحة دي مثلا موضوع معين يجي واحد تاني يجي طفل تجي بنت يجي رجل كبير في السن يفهموها بمفاهيم أخرى كل واحد من مقهد منظره أيوة وكل واحد توصل له الفكرة اللي هو يشتهى عن طريق لوحة واحدة يعني ليه أكثر من معناتكم طبعا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام لقاءنا مع الأستاذ والفنان الجميل وإلياسين ولكن لسه بنطلب منه طلب آخر أستاذ وعيل ممكن ممكن أكيد هو التراقعش أبدا إحنا بنطلب منك يعني تتكرم تمام؟ وكرم منك إنك ترسم لنحنا شعار برنامج تقوال من أناملكة الذهبية ممكن أكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كانت قوالنا تحت الظروف المتاح والممكن ولم نحط بمديرية البريقة تأملا ومشاهدة كما أردنا وكما يقال قليل من كثير خير من لا شيء نلتقيكم في تجوال آخر بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر